وسط تضمر كبير من العارضين المصطفين أمام أروقة الصالون الوطني للفلاحة والمنتجات الغذائية بقصر المعارض الصنوبر البحري الذين شرعوا في إرجاع مختلف منتجاتهم التي تم توظيبها في الأجنحة منذ 24 ساعة الماضية لتعادى من جديد للشحنات والسيارات للتنقل من حيث أتت وهذا بسبب تأجيل الصالون الوطني للفلاحة والمنتجات الغذائية بقصر المعارض في طبعته الأولى دون سابق إنذار في الصالون الجين البارح ستعلينا كل واليوم قالونا سيانو لي جنسي باع لجل كورونا ولا أبلش من جهته أعلن المدير العام بالنيابة للمؤسسة الجزائرية للمعارض والتصدير علي فراح عن تأجيل المعارض لأسباب تنظيمية ليتم الإعلان عن التاريخ الجديد لتنظيم المعارض في وقت لاحق الدورة الأولى لمعارض المنتجات الفلاحية والغذائية قد أجلت إلى تاريخ لاحق إن شاء الله ذلك لظروف تنظيمية هذا وكان من المفترض أن يجتمع المنتجين من مختلف ولايات الوطن لعرض منتجاتهم الفلاحية والغذائية بكل أنواعها ليكون فرصة لترقية وتسويق المنتج المحلية الذي ينقصه التسويق والتوزيع